تصعيد باكستاني غير مسبوق ضد الهند واتهام مباشر من رئيس الحكومة بتورط يدلهي بالهجوم الذي استهدف بورصة كاراتشي وخلف قتلى وجرحى إسلام باد أكدت أنها تمتلك أدلة تثبت تورط الهند لدعم وتمويل الجماعات الإرهابية والانفصالية والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار على أراضيها ليس لدينا أي شك بتورط الهند في محاولة الهجوم على بورصة كاراتشي الهجوم هدف لاختطاف رهائنا على غرار الهجوم من بي ونشر الحوضة جارتنا لديها خطة كبيرة لزعزعة استقرار بلادنا أجهزتنا الأمنية في حالة تأهب الخارجية الباكستانية اعتبرت أن نافيا الهند تورطها في هجوم كاراتشي محاولة للتعتيم ولا يخفي توطئا يدله في الهجوم وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف مما وصفته إرهاب الدولة الذي تمارسه الهند لزعزعة استقرار الدول المجاورة المجتمع الدولي غائب تماما عن التواجد في منطقة جنوب آسيا نظرا لانشغاله بملفات ربما قد تبدو للمجتمع الدولي أكثر أهمية من هذا الملف في جنوب آسيا ولكن في حالة تفاقم الوضع في منطقة جنوب آسيا المجتمع الدولي المنطقة بأسرها والمجتمع الدولي قد يدفع ثمن باهضا الحلقة الأحدث من التصعيد بين الجارتين النوعيتين تأتي في وقت وصلت فيه علاقات البلدين لأدنى مستوياتها منذ عقود حيث تبادل البلدان تطبيق قاران بالمثل لخفض دبلوماسي البلدين إلى النصف إثر اتهمات متبادلة بخرق العراف الدبلوماسية وتغيير الوضع القانوني لكشمير واستمرار انتهاكات وقف إطلاق النار على الحدود في ظل الاتهمات المتبادلة بين باكستان والهند وغياب أي تحرك دولي لتهديئة التوتر بينهما يحذر مراقبون من تفاقم الأزمة ودخول البلدين مواجهة مفتوحة على كافة الأصعدة عبد الرحمن المزيني العربية اسلام أباد